لا شيء غير هذه الصنارة والخطان يساعد مريم في تخطي مرة الأيام والمرض الذي أصابها منذ سنوات طويلة تاركاً إياها دون أي معيل هذه الصنعة اليدوية التي امتهنتها هي الشيء الوحيد الذي يوفر لها مدخولاً لا بأس به يمكنها من شراء أدوية السكر والسرطان أنا حبي للجزادين خليني أفكر أني أنا أعمل شيء وبيعه أني أنا أقدر طلع مصروف طلع أدوية أنه ما بدي أضغط على حداً أنه دلو يساعدي بهذا الشغل عم بقدر عوض شوي مشكل شيء بس يعني وقفي على أجري أنه مش محتاجي حداً يعني مش مديوني هيدا أهم شيء ما حدا بده مني مصال استطعت جمعية بربارة نصار تأمين طلبات إضافية لمريم وغيرها من السيدات في أسبوع الأعياد هذا حيث أطلقت مبادرة للترويج لمنتجات السيدات المصابات بالسرطان لدعمهن كي تكون الهدية مزدوجة لهن ولهؤلاء المطلقين للهدايا في كتير مرضى صاروا يلجأوا لمدخيل إضافية غير وظيفتهم أو إذا يمكن من الموظفين بيعملوا أشغال حرافية أو أشغال يدوية لحتى يقدروا يطلعوا علاجاتهم فأجتنا الفكرة نحن أنه هلأ جاي عيد الميلاد وكتير ناس بدأت تشتري هدايا ليش ما منكون عم نساعد المرضى من أنه نشتري منهم المنتجات تبعهم ونساعدهم حتى العالم تشوفها حطينا على ستوريز عنا بالبربرا نصار أسوسيشن على الإنستغرام طبعا الجمعية العالم بتفوت حطينا نمر الصبايا أو الشباب اللي عندهم هلأشغال هايدي مع إذا عندهم بيج على الإنستغرام حطينا لهم لينك تبعهم والعالم تتواصل معهم مباشرة لا يزال مرضى الصراطان يعانون غلاء الأدوية وفقدانها على الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوفير أدويتهم إلا أن معاناتهم تتضاعف مع انهيار السعر الليرة واستمرار الأزمة ليلة خليل الغد بيروت